السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله في اخر محاضرة لنا من محاضرات الاحصة هنتكلم على الaccuracy of diagnostic tests الحقيقة شغل الdiagnosis مش كل الاقسام بتشتغل به انما طبعا في اقسام شغلتها الdiagnosis فصحيح ان الaccuracy of diagnostic tests ما هواش المين ولا المست common use الا انه استيل مهم وفي احوال كتيرة من رسائلنا وابحثنا بنحتاجه اول كلمة هنقولها في الaccuracy of diagnostic tests هو اي diagnostic test بيفرق ما بين حالتين انا عايز منه ايه انا عايز منه وظيفتين اول وظيفة ان المريض يقول لي انه مريض تاني وظيفة ان السليم يقول لي انه سليم وما حدش يقول لي انا اهتمامي بالسلام انا يهمني المريض فقط لا خدوها فاكت كده فيش داع ان احنا نفسر فيها لان تفسيرها محتاج وقت انما for the time being وان احنا مش متخصصين في الاحصة بقول لكم الكلام ده كفاكت اللي عايز يتست الaccuracy of diagnostic marker او diagnostic test لازم يجيب ناس مرضى ويعرضهم على التست ويشوف كم في المية هيشخصهم صح وناس سلام ويشوف كم في المية هيشخصهم صح اذا ده معناه انه لما حب نعمل research علشان اطلع accuracy of diagnostic test او احسابها لازم يكون comparative test ما ينفعش يبقى descriptive ما ينفعش يبقى single group فيها عيانين واشوف هيشخص العيانين دول صح ولا غلط لا لازم يكون في عيانين ولازم يكون في سلام according to the concept اللي احنا قلناه يبقى اي حد عايز يعمل study علشان يقيس او يحسب accuracy of diagnostic test لازم يجيب two groups of individual or participants ناس diseased وناس normal او ما فيهمش الحاجة اللي احنا بندور عليه يعني ناس فيهم الشيء اللي بندور عليه سواء كان disease complication sign معينة اي حاجة والناس ما فيهمش الكلام طيب مين اللي قالك ان diseased دول diseased ومين اللي قالك ان non diseased دول non diseased for sure another test or battery of tests اسمها gold standard الgold standard is one test or a battery of tests الشرط انها تكون accurate ووثقين فيها تماما ممكن تكون دي الoperative findings ممكن تكون final destination بتاع العيام بعد ما نبص عليه بعد سنة ولا اثنين ممكن يكون another test which is fully accurate طب يا دكتور ماجد لما احنا عندنا fully accurate test احنا محتاجين test جديد ليه؟ اه بالشرط يكون more accurate ممكن يكون less invasive ممكن يكون less costly لانه usually very accurate test ده في الغالب ما بيبقى يا costly يا invasive وعشان كده هو ما هواش يعني هو الايديا لا انا عايز حاجة less invasive less costly فالنفرض ان احنا جبنا مية عيان والمية عيان دول متشخصين تماما بجولد ستاندر ومية بني ادم سليم ما فهمش المرض اللي احنا بتدور عليه ودول برضو متأكدين انه هم سلام اما clinic اللي ما عندهمش symptoms او pathology اللي ما عندهمش pathology او بتست اللي اسمه جولد ستاندر ده اكيد انه هم ما عندهمش المرض او pathology او science او complication اللي انا بدور عليه فالنفر لنا جبت مية ومية طبيعي عرضت الميتين على new diagnostic test اللي انا بعمله اختبار اما new diagnostic test ده شخص 90 من المية المرضى شخصهم صح شخص انه هم مرضى فعلا يبقى ده معناه انه نسبة التشخيص الصحيح جوه المرضى 90 من مية يعني 90 في المية اه ده اللي اسمه synestivity of the test ما فيش حاجة اسهل من كده يبقى synestivity of a test هي عبارة عن نسبة التشخيص الصحيح في الناس المرضى واللي في مثل بتاعنا 90 في المية طيب ومن المية النورمل التست شخص 80 منهم انهم نورمل فنسبة التشخيص الصحيح في السلام 80% اهدين نسميها specificity of the test وما حدش يرجع يقول لي تاني ازاي specificity للمرض وهو يبقى synestivity هو التشخيص الصحيح في المرضى وال specificity هو التشخيص الصحيح في السلام كلام واضح هو وساكل وهم دول two main parameters اللي احنا بنعتمد عليهم في اي diagnostic test عشان نسمي accuracy اهو دول اسمهم accuracy statistics synestivity و specificity طيب التسعين اللي شخصهم التست الجديد positive وهم مرضى فعلا اسمهم true positive ولا false positive اسمهم true positive true ليه لانهما مرضى فعلا و positive ليه لانهما مرضى يبقى التسعين اللي طلعوا positive بالتست جوه المرضى نسميهم true positive طب والعشر البقيين التست تطلعهم ايه اكيد false negative لانه اذا كان التسعين دول positive يبقى العشر البقيين من المية المرضى التست الجديد طلعهم negative ومدام التسعين دول true يبقى اكيد العشر البقيين false مسألة واضحة يعني مش محتاجة زكاء ولا دكترة يبقى اذا التسعين positive اللي شخصهم التست صح من المرضى نسميهم true positive بينما العشر البقيين نسميهم false negative يبقى ده معناه ان مجموع المرضى المية كلهم هم يساوي الترو positive زائد الفلس نيجاتيف مثلا منطق اللي احنا بنقوله ده ما فيش فيه لا صعوبة ولا ماتيماتيكس يبقى ده معناه ان السينيستيفيتي تساوي التسعين على المية والتسعين دول احنا قلنا انه هم الترو بوزيتيف والمية احنا فككناه لتسعين زائد عشرة التسعين ترو بوزيتيف والعشرة فلس نيجاتيف اذا السينيستيفيتي يساوي الترو بوزيتيف على الترو بوزيتيف زائد الفلس دي المعادلة المقعرة المعادلة الاكاديمية الماثيماتيكال اللي طلعت بمنتهى السهولة من هذه السلايد البسيط نفس الكلام في الاسبيسيفيست التمانين النيجاتيف نسميهم ايه ترو نيجاتيف لانهم نيجاتيف وانهم ترو لان دول مش عينين فعلا طب العشرين البقيين التستطل هم ايه اكيد فولس بوزيتيف ماهما دام التمانين دول ترو نيجاتيف يبقى العشرين البقيين هيبقوا فولس بوزيتيف اذا المجموع النورمل اللي طلعوا بالجولد ستاندر نورمل هما مجموعة ترو نيجاتيف زائد الفولس بوزيتيف طيب معادلة الاسبيسيفيست زي ما احنا شايفينها صدمة ايه التمانين على المية يعني الترو نيجاتيف على الترو نيجاتيف زائد الفولس بوزيتيف بوزيتيف ويعني ايه سينيستيفي ويعني ايه سبيسيفيستي والمعادلات بتاعتهم شكلها ايه والموضوع سهل وبسيط ومفهوم جدا الفكرة كلها انه تحفظ طيب لو كان التست بتاعي مية في المية سينيستيف يبقى مفهوش فولس ايه بما ان السينيستيفي تساوي الترو بوزيتيف على الترو بوزيتيف زائد الفولس نيجاتيف فلو كانت السينيستيفي مية في المية يبقى لا يوجد فولس نيجاتيف صح ولا لا او منطق يبقى السينيستيفي هي بتعتمد على الريت او فولس نيجاتيف فلو الفولس نيجاتيف زيرو يبقى كل الحالات ترو بوزيتيف يبقى السنستفد 100% طب إذا كان التست ده ما فيهوش false negative يبقى whenever it is negative it is always true negative لأنه ما فيهوش false negative يبقى this is a perfect negative test يبقى a perfect سنستفد test is a perfect negative test أو a perfect rule out test rule out يعنيه يقول أن المرض مش موجود بنفس الموطق الاسبيسيفيستي لو الاسبيسيفيستي 100% يبقى التست ده مفهوش false a مفهوش false positive يبقى ده معناه ان لو عندي specific test 100% معناه انه مفهوش false positive معناها ان التست ده لو positive it is always true positive so a perfect specific test is a perfect positive test لانه ماكوش false positive او بنقول perfect rule in test rule in يعني اللي يشخص المرض عرفتوا ليه اسمه specificity باسموش excludability ولو علاقة بالنورمال خالص احنا قلنا كله لتشخص المرض اذا ده معناه انه a perfect sinister test is a perfect negative test and a perfect specific test is a perfect positive test ده الكلام اللي احنا قلناه بشكل علمي السينستيفي هو probability of a disease the individual to have a positive test يعني انا عارف انه disease ده اصلا بالgold standard لان ده هنا ده يعني research فانا بجيبه الاول وبشوفه بالgold standard فا what is the probability انه disease the patient او individual have a positive test طيب ده معناها ايه بالمعادلات السينستيفي تساوي a disease diagnosed by the test اللي هو a true positive the lower the false negative وعشان كده لما يبقى السينستيفي 100% يبقى ما عنديش false negative يبقى if this test is negative it is always true negative so it is a perfect negative test طبعا خدوا بالكو من الجدوى اللي انا عامله لكو ده اهو هو ده نفس الكلام اللي قلناه قبل كده ده new test اهو طالع يا positive يا negative وده الجولد standard اهو يا اما يكون البني ادم disease ده او free فلو كان العين disease والtest positive ده نسميه true positive لو كان disease والtest negative ده نسميه false negative ودول كلهم يبقى all disease the case طب لو كان البني ادم free of the disease وطلع positive بالtest يبقى ده false positive وان كان free وطلع negative بالtest يبقى ده true negative ودول كلهم all free نفس الكلام اللي بالعرض دول كلهم all positive زي بالتست ودول كلهم all negative زي بالتست وده كل العينة بتاعته اه دي الجدول اللي ممكن يفكك المعاني الكلينيكية اللي قلناها الى معاني statistical in the form of false positive false negative true positive and true negative نفس القصة بالزبط على الاسبيسيفيسيتي الاسبيسيفيسيتي احنا قلنا it is the probability of a disease free individual to have a negative test يعني انا جاي بناس انا عارف ان هما disease free ان هما ناس ما فهمش الشيء اللي انا بدور عليه بالجولد ستاندر لان انا بعمل الجولد ستاندر عشان اقسم العينين الاول فبشوف كم في المية من الناس النورمل او ال disease free individual هايبقوا negative بالتست طيب دي تساوي ايه تساوي free individual confirmed by the test على كل free individuals اللي في البحث يعني true negative على true negative زائد false post وبردو زي ما حضرتكم شايفين في ال upper right corner في السلايد بين القصة دي the higher the specificity the lower the false positive the higher the specificity the lower the false positive so لو عندي test مية في المية specific ما فيهوش false post ده معنى انه if this test is positive it is always true positive يعني ما هواش فيه اي false positive so it is a perfect positive test يبقى a perfect specific test is a perfect positive test تعالوا ناخد example in an experiment to measure the accuracy of a new screening test the test was positive in 65 out of 70 diseased patients while it was negative in 20 out of 30 disease free subjects calculate the sensitivity and specificity of that screening test انا عندي total diseased patients 70 التست جاب منهم positive 65 يبقى نسبة التشخيص الصحيح في ال disease 65 على 70 يبقى السميستيفتي 65 على 70 من غير ما فكر يعني 92.9% طيب في عندي 30 بني آدم disease free subjects في عندي disease free subjects 30 بني آدم التست جاب منهم صح 20 يبقى نسبة التشخيص الصحيح جوه الناس الطبيعية 20 على 30 يعني الاسبيسيفيستي على طول 20 على 30 تساوي 66.7% كلام ده ما فيش فيه هزار وما فيش فيه حتى معادلات اللي ينسى المعادلة يفتكر definition مين على مين يبقى التشخيص الصحيح في المرضى كان 65 من 70 التشخيص الصحيح في السلام 20 من 30 يبقى الاسبيسيفيستي 92.9% والاسبيسيفيستي 66.7% كلام سهل جدا وما هوش اي مشكلة وعيب ان احنا نسأل احصائي على حاجة زي دي الكلام اللي فات كله كان على الماركر الكواليتيتف يعني ايه الكواليتيتف ماركر يعني بيطلع يا فوزيتيتف يا فوزيتيف يا نجا انما اسردوا بقى ان الماركر بتاعنا ده كوانتيتف ماركر زي التيومر ماركر مين قال التيومر ماركر عند الليفل كام كذا يبقى ده تيومر او يشك في تيومر مين اللي قال ان بلوت تريشر لما يبقى 140 على 90 ده اسمو هايبرتينش مين اللي قال ان الهيموجر اللي لما يقل عن 11 ده مؤنيمي مين قال ان الجلوكوز لما يزيد عن 125 ميلي جرام بر ديس لتر نسمي ده ديابيتس قال لا هنا الماركر اذا كوانتيتيتف ماركر يعني حاجة بتتقاس ولها رقم عايز اعرف بقى عند رقم كان افضل دياجنوز للمرض اهو ده قصة ما تنفعش فيها اللي فان مش هعرف اطلع من رقم بالشكل اللي احنا قلناه قبل كده يا بوزيتف يا نيجاتف يا بوزيتف ما ينفعش لا هنا ما بيش كلام من هنا بنستعمل اناليسيز جديد اسمه مش جديد هو جديد لا هو قديم بس اصدق 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 اسمه اسم غريب شوية بس يعني هنعرفه زي ما هو يبقى الريسيفر اوبريتور او اللي بنسميه روك اناليسيز الروك اناليسيز ده شغليته ايه شغليته انه هو يطلعلي the best cut of limit او cut of value of any diagnostic marker which is quantitative marker to discriminate ما بين two conditions الريسيفر يبقى امتى نستعمل الريسيفر اناليسيز في حالات الدياجنوزيز لما يكون الماركر عندي quantitative او ordinal زي ما بنقول هو numerical marker يعني بيطلع على هيئة ارقام وما بيطلعش على هيئة positive و net هدف الroke analysis ايه يطلعلي the best cut of value اللي عندها the best discrimination ما بين two conditions اللي انا عايز افرق منهم بينهم بالمركر ايه النتيجة بتاعت الroke analysis نتيجة الroke analysis روك curve curve بيرسم حاجة sensitivity على واحد ناقص بيرسم الكير فيما بينهم بيجيب عند كل cut of value عند كل رقم من ارقام اللي طلعت عندي في البحث للماركر ده لو اعتبرنا ان الرقم ده هو الكات off هيديني specificity قد ايه وspecific قد ايه ويفضل يرسم 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 كيرف بالشكل ده لحد ما يطلع لي الليفل اللي عنده البست cut off اللي يطلع احسن ماركر اهو يعلمهولي بالدايرة الصغيرة اللي انتوا شايفينها في الوسط دي الدايرة دي الدايرة الصغيرة اللي مرسومة على ال y axis هي دي البست cut off عند cut off limit اللي عنده الدايرة دي يبقى هو ده البست cut off limit ويحط لك كنتين دول في سطرين عشان اعرف ايهو cut off limit بتاع يبقى اذا الrook curve او الrook analysis in the simplest form يطلع curve وجملة الكيرف عبارة عن ايه عبارة عن عند كل value من values بتاعت الماركر ده اللي طلعت عندي في البحث السنستيفي لو اعتبرنا ان الvalue دي هي cut off بتاع اللي اقل منها هيبقى disease اللي اعلى منها هيبقى free او العكس حسب ما هو الماركر كل ما بيقل يبقى disease ولا كل ما بيزيد يبقى disease ويبقى ويبدأ يحسب السنستيفي والسبيسفيستي according للكات of limit ده ويعمل لي كيرف يورين السنستيفي والسبيسفيستي بتاع كل cut of limit وبعد كده هو يختار لي النقطة اللي عندها انهائز سنستيفي والسبيسفيستي مع بعض ده simple في صوفتوير اعقد شوية بيطلع لي جدول الجدول ده هو اللي ترسم منه الكير عشان يقول عند كل cut of value السنستيفي كانت كام والسبيسفيستي كانت كام ده cut of limit بتاع الهيموجلوبين to diagnose anemia احنا جبنا شوية عيال من المدارس شوية عيال فيهم anemia مشخصينها بطرق تانية بجلد ميش بالهيموجلوبين وعيال ما عندهم ش anemia مشخصينها بطرق تانية مش بالهيموجلوبين وعملنا الهيموجلوبين لكل العيال دي خلاص الهيموجلوبين لكل عيال رقم مفيش عندي نبص فونجد ارقام وبدأنا نقول طيب لو احنا اعتبرنا اقل رقم موجود اقل رقم كان كام كان الهيموجلوبين ستة اهو ستة وصدق اهو في اول سطر في الجدول لو اعتبرنا ان ده اللي بيفرق ما بين الانيميا وانه انه انيميا كام عيل انيميك هيتشخصه صح وكام عيل هيتشخص غلط وكام عيل نورمل هيتشخص صح وكام عيل هيتشخص غلط خلاص كده العيل الانيميك ان اتشخصه صح هيبقى اسمه واذا اتشخصه غلط هيبقى ده والعيل الطبيعية لو اتشخصه صح ده يبقى والعيل واروح عامل الحزبة بتاعتي وطلع السنستيفت والسبيسيبست لقينا نقاتي عند هيموجلوبين ستة لو اعتبرنا ان ستة هيموجلوبين اوأل ده اسمه انيميك اكتر من ستة ده اسمه نورمان لقينا ان السنستيفت صف ولا عيل من عيال الانيميك يتشخصه صح ليه لان ده اقل رقم عندي لو اعتبرت ان الرقم ده هو رقم اول رقم في الطبيعي يبقى كل العيال عندي الارقام بتاعتهم على من ستة يعني ستة وانت طالع يبقى ده معنا ان كل العيال الانيميك هيتشخصه عندي ستة انهم نورمان وده كل فولس ايه نيجتي بينما كل العيال النورمان هم اكتر من ستة فكلهم هيتشخصوا ايه ترو نيجتي اذا هلاقي السنستيفت صف وهلاقي الاسبيسيفيست مية في النين سنستيفت الصف ما تنفعش طب ناخد سبعة عند سبعة هيموجلوبين شوية العيال اللي ما بين ستة وسبعة هيتشخصه صح لان انا قلت ان لو كان الهيموجلوبين ازل سبعة وانت طالع يبقى العيل ده نورمان اقل من سبعة يبقى العيل ده انيميك العيال اللي ما بين السبعة والستة هيتشخصه صح لان ده هيتشخصه هيتشخصه انهم انيميك بينما كل العيال اللي سبعة وانت طالع هاتشخصه غلق فلقينا ان السالستفت عشرة فلمية هما عشرة فلمية من العيال الأنميك فقط هما اللي كانوا مzetين سبعة استفيد الأنميك هما دولنا tr�에 تشخصه صح بينما كل العيال التسعين في المئة البقية بالرغم ان هما أنميك بل جود السنندر قلنا ان هما بالهيموجلوبين عند سبعة ده اتشخصوا غلق وطبعا كل العيال النورمال اعلى من سبعة فهيتشخاصه صح فيبقى هتلاقي السينيستيفيتي 10% والاسبيسيفيستي 100% 10% ده قليل طب يعلى الـ 8 هيموجلوبين 25% من عيال الأنيمك اتشخاصه صح اللي ما بين الـ 6 والـ 8 بينما 75% من العيال الأنيمك فوق الـ 8 أو 8 فدول اتشخاصه غلط يبقى هنلاق ان السينيستيفيتي بقت 25% بينما برضو زي ما هي كل العيال النورمال فوق 8 فكلهم هيتشخاصه صح طيب 25 قليل انزل خليها 9 هيطلع 35 سينيستيفيتي وصد 100% 35 قليل خليها 10 50% سينيستيفيتي و100% سبيسيفيستي طب خليها 11 80% سينيستيفيتي و100% سبيسيفيستي طب خليها 12 لانها وصلت 100% سينيستيفيتي وستيل 100% سبيسيفيستي ليه؟ لان كل العيال الأنيمك كانوا أقل من 12 بينما كل العيال النورمال كانوا 12 وانت طالع ده معناه انه عند 12 هيموجلوبين وصلنا للبس أكراسي سينيستيفي 100% سبيسيفيستي 100% طب لو عليت لـ 13 شوية طبعا كل العيال الأنيمك أقل من 13 فهيفضلهم متشخصين صح انما العيال النورمال بقى في عيال ما بين 12 و13 هم نورمال بس بالـ 13 ده لو انا خدت 13 ككاك أوف لمت للأنيمك هشخصهم لهم أنيمك كده بدأت أخش في الفلس البسط يبقى هيبدأ السينيستيفي تفضل 100% اللي سبيسيفيستي بقت 70 طب لو قدت 14 السبيسيفيستي هتنزل لـ 30 طب لو قدت 15 ولا عيال كان فوق الـ 15 حتى النورمال يبقى كل النورمال تشخصه غلط وكل الأنيمك تشخصه صح يبقى عند 15 وصلنا السينيستيفي 100% وسبسيفيستي ستر يبقى الرينج بتاعي اللي أنا خدته اللي طلع عندي في البحث ابتدى من سينيستيفي صف وسبسيفيستي 100% وانتهى عند سينيستيفي 100% وسبسيفيستي كده الفول رينج خلاص البسط اهو ده عند 12 اداني 100% سينيستيفي و100% سينيستيفي this is the best cut of limit and this is the ideal test اللي أنا بستعمله للأنيميا مفيش فيه ولا حالة غلط فيها كل الحالات كانت صح وده معناه ان البست cut of limit to diagnose الطيبوب أليميا اللي أنا بشخصه ده هو 12 لموضوع اتمنى انها تكون واضحة واعتقد انها مسألة ما هيش صعبة طيب طيب يا دكتور مجدي احنا دلوقتي عندنا ثلاثة اكستريم ابتدينا بصفر سينيستيفي و100 في المية سبيس بيس بيس وانتهينا ب100 في المية سينيستيفي وصفر سبيس بيس بيس واخد نالي في الوسط طيب هو في كل الاحوال انا ببقى عايز اللي في الوسط يعني افرض ان ان التست ما جاب ليش 100% طبعا لو 100% خلاص دل بصنا ايديا انما يعني افرض ما جاب ليش كده جاب لي ارقام بتعلى في السينيستيفي وتقل لقصادها في السينيستيفي فبقى في الحالة دي اخد مين قالك في عندك ثلاث احوال والثلاث احوال احوال اكلينيكية وليست احوال استاتيستيكا خالص احوال اكلينيكية بتقولوا ناخد انهي حال فيهم حسب اللي احنا عايزين في اول حال ان السينيستيفي هي الاهم امتى السينيستيفي ابديها عن السينيستيفي وابقى طالب اعلى سينيستيفي لو وصل 100% حتى لو تنازلت شوية عن السينيستيفي في الاحوال اللي بتموت الامراض اللي بتموت او اللي لها لانج تيرمي دي ليه لان احنا اتفقنا وقلنا الكلام ده في اول المحاضرة لو عندي بشخص كانسر كانسر يبقى هل الفولس نيجاتيف اخطر ولا الفولس بوزتيف اخطر تعالوا فكر الفولس نيجاتيف عيان عنده كانسر اقول له انت ما عندكش كانسر مع السلام اروح ده مات الله يرحبه لانتو ما اقولت له ما عندكش كانسر خلاص هيعيش حياته فالكانسر هيتقدم فيه وهيبدأ يادفانس ويبقى في مرحلة متقدمة جدا وما يجيلي بعد كده بسيمتومز رسمي بقى رسمي انا مش بعمله سكرين لا دعا بيه تف دم ولا بيعمل ولا بيجي جلو انفيكشن ولا جلو امشيشن خلاص ده في المراحل النهائية ده عامله ايه ده خلاص هيتقاله اللي عمل لك من سنة او من سنة ونص ظلم لانه قال لك انت نورمال كان المفروض ساعتها لياخد اكشن اجينس في الكنسر اللي كان لسه في الارلست يبقى ده خطورة الفلس نير طب والفلس بصد في خطورته ايه ان عيان ما عندوش كنسر تقوله انت عندك كنسر في الحالة دي ايه المشكلة هيكتئب صح هيدفع فلوس عشان يعمل بقى الجولد ستاندرد ودياجنوز كنسر وهيتش كوستلي and بس في النهاية هنتأكد انه ما عندوش كنسر هنقوله مبروط مع السلامة روح مين الاخطر الفلس نيجاتيب ولا الفلس بصد طبعا واضح ان الفلس نيجاتيب اخطر بكتير من الفلس بصد يبقى السنستيفتي العالية هي اللي تمني حتى لو السنستيفتي هتنازل عنها شوية على اقل تقل عن 50% لان 50% ده خط الجيسنج ماينفعش ماينفعش طيب يبقى اذا لو كان المرض اللي بشخصه او الحالة الاكلينيكية اللي بشخصها حالة خطيرة فيها موت فيها مورتاليتي او فيها لونج تيرم ديس ابليتي يعني العياد ده خلاص الدنيا تنيلت عندي يبقى بيبدي السنستيفتي على السنستيفتي ما باخدش البلد نو انا عايز اعلى سنستيفتي ممكنة والاعلى هي المية في المية حتى لو كان السنستيفتي قليلة شوية انما على اقل تقل عن 50% طيب في احوال اكليميكية اخرى انا الفولس فولستف عندي هو الاخطر من الفولس زي ايه لو عندك فكسين لمرض انفكتف عايز تنزله في المدارس فعايز تفاكسين العيال الفاكسين غالي ومليان سايد افتس فانت بتقول لا انا هعمل للعيال الاول سكرين لو العيال اميون مش هتديله الفاكسين اللي خلاص هو اميون من المرض انت هيدا ولو العيال هتديله الفاكسين قمت التست اللي انت بتختاره انت عايزه ما فيهوش فالس بوصدف ولا ما فيهوش فالس نيجاتيف تعال نشوه الفالس نيجاتيف يعني ايه يعني العيال ايميون وانت قلتله انت مش ايميون فهتديله الفاكسين طيب ايه بقى البردن عليه سايد ايفكس مش هيموت يعني ولا هجرانه حاج سايد ايفكس شوية حرارة شوية تكسير في جسمه شوية اعراض خفيفة للمرض ممكن يقعد يومين في البيت ولا ثلاثة وانتهى وياخد الاميون والكوست وده برضه مش مشكلة انما الفولس بوست بضم صيبة فولس بوست معناها انعين نوت ايميون تقوله انت ايميون تقوله انت مش محتاج الفاكسين يا حبيبي مع السلام اروح هيروح وهو نوت ايميون اكسكوز للانفكشن الخطير وهو نفسه هيبقى سورس ايميكشن يوزع الانفكشن عن الناس مين الاخطار الفولس نيجاتيب ولا الفولس بوست هنا الفولس بوست اخطر بكتير يبقى انا عايز سكرينج تيست يكون ما فيهوش فولس بوست يعني يكون السبيس تيستي بتاعته عالية جدا حتى لو هتنازل شوي عن السليستيفتي على قلة تقل السليستيفتي عن 50% يبقى هناك سيتيواشن انا عايز فيها السليستيفتي انا دي عن الكلينيشن انا يعني الكلينيشن ماليش دعوة الاحصى طلعت ايه انا مقرب تيبل انا ماليش دعوة باللي الاحصى اخترتهولي لا لان الاحصى اللي تختاره هو الحالة التالتة اللي هنتكلم عليها دي بقية لو انا عايز اعلى سليستيفتي حتى لو هتنازل عن السليستيفتي يبقى هاخد اعلى الكت افليمت اللي بيحقق لأعلى سليستيفتي على قلة تقل السليستيفتي عن 50% ولو كان يهمني السليستيفتي يهم انا مين انا الكلينيشن ده الكلينيشن يبقى في الحالة دي باخد الكت افليمت اللي بيحقق لأعلى سليستيفتي حتى لو هتنازل شوية عن السليستيفتي على قلة تقل عن 50% طب الاحتمال التالت مايفرقش معايا لاثنين بخطورة واحدة الفلس بوسطي زي الفلس نجد وده بقى كل الامراض اللي ما فهمش الحالتين اللي بقول لكم عليهم مرض عادي يعني يعني تشخيصه الخطأ في تشخيصه بنفس خطورة ان انا اقول ان العيان ده عنده مرض وهو مش عادي نفس الخطورة يعني ماشي هتفر كتير في الحالة دي باخد اعلى بالانس او ال بالانس ده هو اللي بيطلعه لي كيرفل احسن طبعا ده بعض البرامج وبعض البرامج ما بتطلعش بيطلع عليك التامل ويقول لك انت لائم يبقى اذا مين اللي بيحدد هل ال over all accuracy اللي هو ال بالانس هو الاهم ولا السميستيفتي هالاهم ولا الاسبيسيفيستي هي الاهم هو الكلينيشن وليس الاحصائي وعشان كده لازم احنا ككلينيشن وكريسيرشن نعرف الكونسيبت ده مش الاحصائي اللي يلاقيلي ال cut off limit غلط الاحصائي بيطلعلي كل cut off value بيطلع قصادها سميستيفتي قد ايه وسبسيفيستي قد ايه في جدول قد يكون طويل جدا حسب كمية ال values اللي طلعت عندك في البحث حسب عدد العيانين وحسب ال variation في ال values اللي طلعت عندك وحضرتك اللي بتنقل انت اللي تقول انت عايز اندي cut off limit اللي يحقق سميستيفتي قد ايه وسبسيفيستي قد ايه اشتركوا في القناة